بداية أعلن رئيس مجلس الشعبي لتيج اللابين في بيان له أعلن عدم إمكانية فتح السوق الأسبوعي لسيارات بيتيج اللابين بولاية أبو مرداز غدا السبت وبالتالي فإن كل المواطنين القاسدين للسوق الأسبوعي لسيارات بيتيج اللابين تقرر عليهم عدم الالتحاق به حسب البيان فإن السبب راجع لعدم جاهزية المستأجر كما سيتم الإعلان عن تاريخ الافتتاح لاحقا حسب نفس المصدر